يقول من يعاني من البواسير ولا يستطيع الصلاة إلا على جمب هل له أن يتخلف عن الجماعة أبو محمد من السعودية شفاك الله وعافاك صلى الله تعالى أن يكتب أجرك الجواب نعم بالنسبة للمبتلى بالبواسير ولا يستطيع القيام ولا القعود وإنما يصلي على جمب هذا معذور هذا معذور ولذلك يجوز له أن يتخلف عن الجماعة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا عذر هذا عذر نبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ولذلك يشق على الإنسان العاجز عن الذهاب إلى العاجز عن القيام في الصلاة أو عن القعود يشق عليه جدا أن يذهب إلى المسجد ليصلي على جمب فيعني الحمد لله هذا يكون معذور وأنا أبشره بأن إذا كنت أنت أو تسأل عن غيرك بأن الأجر مكتوب بإذن الله أجر الجماعة ما دام أنه مواضب على الجماعة في السابق حسنا لكل مثال